ضروري خمسات الخطوات الأساسية الجوع عين من ناكله الجوع أما هذه اللهفاء اللي كي نفصل على قلة الأدب كأنه الإنسان معمره ما كله بلاد ما عند السبعين هم تقلب على على المشوي وعلى المقلي وعلى السكار على قلة الأدب ثانيا باركة مالكة تصنقية كاملة مئة في المئة هذه نتحوله إلى القطني ننطيبوا هدس ننقطوها بالليل ننطيبوا معراق زيتون في النهار ماذا طلبية صارة؟ ماذا زيت العود؟ ماذا التومة؟ وهو باركة من المكلة ونقلبوها شوية دي الخبيزة بلدية لتعافي عجن نعجنوها بالتومة حتى تتخمر أو يا عبد الله أرى ما تقوم في خبز بلدي ونقلبونا أسبوعين دي الوقاية مئة في المئة نجدو الخلايا ونصغروا شي شوية باركة من الخلعة ونحاولوا ما أمكن أننا نركزوا على ماكلة لما فيهاش المقليات والمعلبات وفيها المشاكل دي السكاكور والملوحات كل ما ركمناه أحسن الأعشاب اللي تكون عندنا في البيوت والشيح وإلا الزعتر وإلا الخزانة نبخرو بهم البيت دينا ثلاثة أربعة خمسات المرات تنغلي بهم نديرهم بخار نغسلوا بهم الجسم دينا ولي ما لا نديرهم حمام للرجلين حقا نغسلوا بهم الأنف مثل الحساسية نغسلوا بهم حقنا من اللور حقنا سيرجية نججلتها بعد المرات في النهار وهكذا تنقى جسمنا أعباد الله لما لا تفهم أن كل أمراض وليس نقى جسمك ونقى دارك ونقى وقتك من الخويات كما قالت أنت انت أنت على القبر الخوي ألا لأساني أستطيع أن تكون نقليات والأساني أزبوط ونقول لهم أنه ضروري لما لا تفهم لأساني أربعكم الأساني أجبع رأسكم دخلوا ديوركم وكل مكلة نقية دخلوا القطاني رتتصبر وخد 30 عام إلا الفار إلا أكلها حقوق دخلت طولتي و30 عام أمام هذه الثلاثة السمانات ربما يجيب تسير كذلك طيبوا دك شي مع التماء والمعدنوس وبركة من الزيوتات دخلوا زيت زيت وانتلخر ودخلوا التماء مع الدنوس وملولين وعددوا دك المالكس والدار وطيقوا على ميتشحر دك البصيلة والمعدنوس سيطلبوا قطاني وطيقوا على المهل واحدة واحدة إذا لم ترقى القطاني قبل في الليلة بحل الحموص للحريرة سيطلبوا مع أوراق زيته ومتبقوا لغاز وستحسوا أن أوراق زيته من أرقة لا يكون في حماية الجسم من السوسة ومن الأعظم لن يضعف كذلك من غيماتيزم ويحمل كبيد ويحمل البانكريان هذه هي الأدوات لنقية جسمنا ثالثا ورابعا تنقوي القنوات الدموية وتنزيانه وتنزيانه في البشراء وتنزيانه في الكلساء وتنزيانه في العوينات تبدو أن يشوفهم جيد وباركة من الخلعة وحطين من قبل الإضاءة للأخبار والتلفازات والإداعات تنقولوا في نصله ما نقولنا في ماتش القرد القدم كيف سيربح المونديال لنسبب لنصليين ونصلي ونستغفر الله ونصليون أيضا ونصليون انصلي ونهار ونصليون أيضا ونصليونTime ونصليون وعصوهم ونصليون ونصليون وكيف حصلوا إنسوا ونصليون في الوقاية الخارقة لا تنسوا قلقيهم وما بشوي تفقيل وهكذا بالنسبة للناس اللي تخافوا على وليداتنا بالطبع كنا تخافوا على وليداتنا إلا بغينا إلا إحسينا بالحرارة وبالعياء وبالمشاكل ما نظرش إلا كندي فهذا الوقاية اللي تكلمني عليها الجوع وتأكلوا غير أساسي وكتروبوا القطني باش تبرؤوا تربيوا عظيمات وتلفوس هائل المولي بدأنا القناف الحمص ما القيناش مواد أخرى سيلينيوم القيناف الخزو القيناف الخضار الخضراء ما القيناش فهذا الكمبرامل أليمونتاليتي سدعونا بهم خدوا مواد طرية إذن فأقول لكم عاصر البصلة مع التومة أحبة ومع فلمة مغني اغتنقتوا قبل الفطر بساعة من بعد العاصر وقبل من ناسوا في الليل بقنا رأسنا على أدو الحماية الأساسية لحسينها بالحرارة والعياءات حمام ضد المصلة تندوي شوي قينات للتوم للصغر بالخصوص على نتائج خارقة أو النص الكبار وتم الإنسان يبعد من كل ما هو مشاكل إلا حسيتوا بالحرارة طرعة بإضافة لقينات للتوم شوي في الحين وحمام ضد المصلة ستأخذوا ذلك الماء مغني مع البصلة وحبة ديتهم مشوي ومع المعدنوس مع القاة كبيرة ستأخذوا سبعة تلع عشرات المرات تلع حداش المرات في النهار فقط لا يوجد شيء ماك الأخرى وستحسوا الفيروس تمكن أن تغلبوا عليه والفيروس لا يخلعش لا يوجد حالي بارازيت اللي عندهم خالية كاملة تمكن له أنه يعيش بوحده أو الميكروبات لا يوجد الفيروس لا يوجد إمكانية لتكاثر إلا لصق في الجسم الإنسان بحال المشكلة للإباتيت سي أو الإباتيت بي أو جمعة المواد التي هي القريب للبرد إذن فهي خصوصة التي تكملها إذا كنتم نقص إلي عجوعتي وجيسنكم وعطيتي المناعة الكاملة وحفزتي المناعة لكي تجري على ذلك الفيروسات والله ما يقصكم تلك شيء بإذن الله وأتحسركم أن يكون هناك أقوى مكان ترجمة نانسي قنقر 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 شكرا 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 شكرا